موسيقى بدايتنا مشاهدينا من خبر للأسف يعني هو يمكن نادرا ما بيحدث عنا في الأردن لأنه المعلم عنا مقدر ومحترم من قبل الجميع لكن على ما يبدو في بعض الحالات التي نأسف لها ويتم من خلالها الاعتداء على المعلمين حيث مواطن يضرب معلما بالعصى على رأسه في مدينة المفرق وهالمواطن الذي اعتدى في لواء البادية الشمالية الغربية يوم الأربعاء على أحد المعلمين داخل الغرف الصفية استخدم العصى في اعتدائه وبحسب مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور علي المزاودة فقد دخل مواطن إلى غرفة صفية في مدرسة أم السرب الثانوية للبنين واعتدى على معلم الصف باستخدام عصى وضربه على رأسه وأضاف المزاودة أنه تم نقل المعلم إلى مستشفى الملك طلال العسكري مشيرا إلى أنه أجريت المعلم عملية صغرى وأن حالته الصحية جيدة ولفت إلى أن المعلم تقدم بشكوى رسمية لدى الجهات الأمنية نتمنى السلامة لهذا المعلم والله يحديهم صراحة يعني الإنسان عند المعلم يتذكر أنه يعني من علمني حرفا كنت له عبدا وأديش ديننا وصى بمن يعلمنا وبمن يدلنا على الخير وبأن الملائكة تفرد أجنحتها لمعلمين ناس الخير يعني دعاء المعلم بمثابة الأب والمعلمة بمثابة الأم يعني طول السنة الدراسية عم بتعبوا مع أبنائنا نحن منسلمهم أبنائنا ودائما عاصينهم محملينهم زيادة للمعلمين أنت بدك تحفظه وانت بدك تدرسه وبيدي أبني علاماته عالية ومرات بتلاقي الأهل للأسف هم المؤثرين اللي ما عم بتابعوا الولاد واللي ما عم بدرسوه صح ما في يمكن توازن بين المدرسة وما في توازن بين دعاء البيت فللأسف الشديد قديش مشاهدينا مؤسف لما نحنا نوجه أصابع الاتهام للمعلم وأنه هو مقصر قد ما كان المعلم غلطان ما بتوصل في الحالة أنه ييجي هذا ولي الأمر ويدرب المعلم على رأسه ما الرسالة اللي وجهها للطلاب اللي قاعدين يمكنوا شافوا الحادثة وبعدين نهيكي عن أنه المعلم مش بس بعلم المعلم مربي فأنت الآن كسرته أمام طلابه وبطل إله هيبة كسرت هيبته أمام الطلاب يعني الله المستعان و الله يحفظ المعلمين والمعلمات ويمدهم يا رب هيك بالقوة والصبر وقوة التحمل والحلم إن شاء الله اللهم آمين رح ننتقل لمختارة أخرى دعاء وكلنا مشاهدين الكرام اسمعنا عن الحريق اللي حصل بالكمالية وعلى إثر هذا الحريق طبعا تضررت مساحة واسعة من المنطقة ومن أهم هذه المناطق اللي تضررت اللي هن الاستبلات الملكية حيث إنه يمكن معظم الخيول هربت فرت من الاستبلات هلا الكل عم بتساءل يا ترك كيف هربت الخيول مع النار ومشو كان تسبب هذا الحادث بداية طبعا لما صار الحريق من المعترف أو المفروض عالميا إنه أي حريق باستبلات كانت للخيل بتنفتح البواب الاستبلات حتى تهرب الخيول وما في ضرر الخيول بتهرب بشكل جماعات فأصحاب الخيول ما بيخافوا عليها ما رح يقولوا كل الخيل رح يروح بشكل لا بالعكس كل الخيل بتهرب بشكل جماعي مع بعض وأكيد السايس رح يتبعهم فيما بعد ويلحقهم ورح توقف بمكان معين بس تشعر بالأمان وشفناها كيف إنه ضلت ماشية لحتى طبعا وصلت لمنطقة السلط وتم بعد هيك إنه السياس اللي ماسكين الخيل ومدربينهم رحوا رجعوهم للإستبلات طب للأسف شو اللي عمل حريق بالإستبلات الملكية بيقول لك أحد الأشخاص للأسف الشديد يا دعاء كان عم بتنزه هناك وأشعل النيران لحتى بده يعمل لحمة مشوية أو مشاوي للأسف الشديد وبتعرفوا هلأ الدينيا شوب بطلت الأرض خضرة يعني صارت كلها أعشاب يابسة والشرارة تشتعل وتنتشر ويمكن تطلع للشجر وغيره للأسف حضرتهم ما طف النار وشافها بتشتعل كمان تركها وفل هاربا للأسف بدل ما ينقذ الموقف وقديش الوضع سيء لما فعلا الشخص يكون عديم المسئولية ومش متحمل هاي المسئولية وغيرك إنه هو يعني بيشعل نيران وبشوي بمكان مش للسياحة ولا مكان إنه هو بتعرف يخرج تنزه لأسف الشديد صحيح وشوفي قديش حجم الضرر اللي صار طبعا والحريق اللي أتى على يعني يمكن عدد من الأشجار لكن تم طبعا السيطرة عليه ومنظر الخيول يعني أنا صراحة الخيل ومعقود فيه نواصيها الخيل يا الله اللهم صلي على رسول الله يعني مشهدها جميل جدا بس وهي فارة هيك وهاربة من النار يعني صح مشهدها كان بقطع القلب صراحة بس الحمد لله إنها نجت وما كان فيه خسائر ونتمنى فعلا زي ما حكيتي رانيا على المشاهدين واللي بتابعونا لما بنروح رحلات أول إشي نحافظ على نظافة المكان نكون حريصين جدا إنه النار نطفيها إذا استخدمنا نار وشعلنا مشان نعمل مشاوي أو نعمل شاي على الفحم إلى آخره نكون بأماكن يعني مناسبة للتنزل صحيح ليس جنب استبلات جنب بيوت فيه ناس للأسف يعني تلاقيها جنب البيت عملت وبيكون فيه بنيات وفيه سيارات صحيح فقديش خطير الوضع خلينا ندير بالنا عشان ننبسط ما نضرر الآخرين زي ما قلتي دعاء منظرها جميل جدا وصرت أتخيل إنه ياريت ما فيه سيارات ياريت إنه كل ياتها خيول كانت والحمد لله على السلامة وربنا أدروا لطف آمين واختيارنا القادم مشاهدينا مشهد لطيف حتضحكوا وحننبسطكم بهالاختيار حيث أستاذ يعلم طلاب يبدو إنه أستاذ يعلم لغة عربية لأنه عم يحكي عن الفعل المضارع نشوف شو حكى الأستاذ عن الفعل المضارع يا رانيا والمشاهدين يقولون إن الفعل المضارع يكون مشاغبا مشاغب تعرف ما معنى مشاغب مشكلة دائما مرة مرفوع مرة دخلت لن فنصيب مرة دخلت فقزم مرة يقزم بالسكون مرة بحذف النون مرة بحذف حرف العلة مشاغب كثير فإذا دخلت عليه نون النسوة أصبح ساكنا حتى مثل كثير من الشباب تجده كثير المشاكل كله مرة يؤذي هذا ومرة يؤذي جيرانه مرة يعملوا مشكلة في السوق فإذا زوجته أصبح عاقلان دخلت عليه نون النسوة صح أو لا ولذيك يقولون إن من أسباب الدواء من الجنون النكاح فالنكاح دواء من الجنون وكم من الجنون نزوجوه فصار عاقلا تماما يا سلام يعني جميل وتدريس للغة العربية بطريقة فعلا تدخل الدماغ بس أنا مخالفه بنقطة واحدة يعني إنه هلأ أنا بقول المجنون لا تجوزوا بلاش ما تنجن العيل كل أمعا يمكن المجنون اللي بيكون عنده طيش طيش فأنا بشمع بشوزت عقله الزوجة يعني بشوز يكون عنده والله بشوزت نجن معه ويجننوا لأولاد فأنا بس يهدى إن شاء الله بتجوزوا بس عجبتني النتيجة إنه نون النسوة والنساء هم اللي بيهدوا بسكتهم هاي أجمل شيء شوف البيت قدي يسكن بوجود المرأة طبعا وجود الفتاة في البيت فتحية لكل النساء ونون النسوة والفتيات وتحية لهذا الأستاذ صراحة اللي قدر المرأة أسلوبه جميل جدا بسلوبها نحكي عن دورها قدي مهم في الحياة رح ننتقل مختارة طبعا جميلة جدا وعن السياحة بالأردن وطبعا العائدات السياحة في الأردن تقفز ل 235% شوفي أنا لما قرأت الرقم فكرت فيه خلل بالطباعة الحمد لله خلال الثلثة الأول من 2022 يعني قال البنك المركزي الأردني اليوم الاثنين أن الدخل السياحي ارتفع على 235% والحمد لله ليصل إلى 1 مليار يعني 0.21 1 مليار دولار و21 مقارنة مع 340 مليون دولار في الفترة نفسها من العام 2021 طبعا هذا بسبب طبعا الحمد لله ارتفاع أعداد السياح في الثلثة الأول عدد كتير منيح ويعني ما شاء الله بدنا نحكي أكتر عن هذا الموضوع وكانت جائحة كورونا هي السبب بأنه انخفاض أكيد أعداد السياح بالأعوام الماضية وسينضم إلينا مشاهدين الكيروم الأستاذ لؤاي حمد النائب المدير العام اشتركوا في القناة